اهلا بكم من جديد عمال الوطن الذين يعملون في ظل بيئة عملية صعبة جدا يمكن لأصغر التفاصيل أن تحميهم من بيئة العمل الصعبة مبادرة لصناعة طواقع لعمال الوطن سنتعرف عليها أكثر من خلال هذه المقابلة مع الأستاذ سعيد سفيضي ننتعرف على هذه المبادرة على الأعمال التطوعية اللي يقوموا فيها بشكل عام صباح الخير أهلا وسهلا فيك سباح النور يعني الأعمال التطوعية متنوعة اللي بتقوموا فيها فتحكينا عن أهم هذه الأعمال التطوعية و بعدين رح نخص طواقي لعمال الوطن هلأ بداية يعني أنا باهتم بالعمل التطوعي الإغاثي والتنموي نعم نحن نقدر نفصل الأعمال التطوعية لمحورين محور إغاثي ومحور تنموي هلأ احنا عندنا المحور التنموي هو الاشي اللي فيه استدامة يعني احنا اللي مناخد فيه نتيجة واثر على المجتمع لقدام شوي مثل التعليم مثل المشاريع الصغيرة للفئة المستهدفة عندنا برنامج دورات عندنا برنامج لتنمية مهارات الأطفال الأيتام واليافعين واليافعات سواء اكاديمي او اشي اسمه صناعة النجوم عندنا هو رياضي فاحنا عندنا قسمين الاول التنموي واللي هو الو اثر مستدام على المجتمع وبعطي نتيجة بمشروع مهضة المجتمع الاشي التاني اللي هو الاغافي اللي هو عندنا مثلا كفلات الأيتام عندنا ترميم المنازل عندنا الطرود عندنا حملة الشتاء واللي من ضمن حملة الشتاء احد مبادراتها اللي هي الطرقية لعمال الوطن رح احكي لك اكتر عن المبادرة واللي هي هلأ فعليا بتخص حملة الشتاء اللي احنا جلستنا عشانها حملة الشتاء هي رح تعطي اكتر من معاني احنا عندنا المعنى الاغافي المعنى الاغافي احنا حكينا انه هو حاجة آنية هلأ للمجتمع وما لها اثر لقدام على مثلا تنمية المجتمع او نهضته بس احنا رح نحاول بالمشروع الاغاثي تبعنا بالمبادرة انه نضيف قيمة للمشروع الاغاثي اللي ناخد منها اثر على المجتمع فمبدئيا احنا حملة الشتاء اول قيمة ضفناها انه اتجمعنا اكتر من جمعية واكتر من مبادرة فاحنا مثلا شركاء في حملة الشتاء عندنا جمعية شباب الخير التنموية وعندنا جمعية باب الخير للعمل التطوعي هذول جمعيات مسجلين وتحت اشراف وزارة التنمية الاجتماعية عندنا مبادرات طلابية عندنا مبادرة بسمة الحياة معنا بالمشروع وعندنا صماع البوليتيكنيك من جامعة البوليتيكنيك وعندنا مجموعة خير التآلف اللي عملنا لحملة الشتاء ضاف قيمة انه ممكن نقدم احنا نموذج لالجمعيات والمبادرات انه كل ما جمعنا وتوحدنا في مشروع ممكن يعطي نتيجة واثر اكبر على الفئة المستهدفة هذا بداية هلأ احنا حملة الشتاء عندنا بتضم توزيع صوبات توزيع حرامات توزيع سجاجة كسوة كاملة للبيت وممكن كمان للاطفال والاهل اللي ملابس شتوية تخدمهم بهذا الفصل هلأ من احد المبادرات اللي هي طاقية لعمال الوطن استاذ انا حابة اسأل عن المبادرة يعني اهم اشي كان في المبادرة اللي لفت انتباهي هي الفئة المستهدفة اللي احنا بنحكي عن عمال الوطن واللي بشكله تقريبا خمس آلاف عامل موزعين بكل انحاء المملكة من الشمال للجنوب واحنا بنشوف الظروف الصعبة اللي عم بيشتغلوا فيها والاماكن اللي بيوصلوا لها سواء كان بالصيف الحار خلنحكي او البرد القارس عم بيقدوا واجبهم الوطني ليحافظوا على المملكة نظيفة خلنحكي وحلوة فانه الفئة المستهدفة والفكرة اللي ايجاتكم خلينا نحكي عنها شوي لانه فكرة مبادرة صراحة كتير حلوة تفضل هلا انا حكيت لك بداية احنا العمل الاغاثي راح يكون آني ونروح احنا عشان ناخد منه نتيجة فقولنا بننضيف قيمة قيمة له صح لما اخترنا عمال الوطن حبينا نضيف قيمة على العمل الاغاثي تاخد اثر لقدام مثلا هلا انا عندي عمل الوطن من حقه انه يتكرم ومن حقه انه يكون في عنده تمييز على اللي بعمله انا المواطن العادي لو اقدم له هدية بسيطة ايش راح تكون يعني نفسيته راح ينبسط جدا وهو يعني هو بتلقى هدية جدا يعني هي متواضعة وبسيطة بس انت عم تشعر فيه عم تشعر فيه وتحسسوا انه انت شايفه انه له قيمة اه انه له قيمة هو قعد بخدم الوطن بخدمني بخدمني وبخدم اصحاب المحلات بخدم الاختر وحس انه هدول الجماعة اللي هو بخدمهم لساتهم متذكرينه فهم اقدموا له هدية بسيطة متواضعة بس راح تترك اثر بنفسه هلأ احنا عنا محورين على اضافة قيمة هلأ اعطينا لعام الوطن انه احنا معك واحنا شايفينك وحسين فيك ومنقدر جهودك وتعبك هاي اول نقطة النقطة التانية لما اطلقنا المبادرة احنا كتآلف او جمعيات ومبادرات احنا الهدف مو احنا نوزعها احنا طلبنا على صفحاتنا على التواصل الاجتماعي احنا مأمنين الطائية تعال انت وجيبي ولادك خذوا الطائية وانت طالع من بيتك الصبح بتوصل الولاد على المدرسة اعطي خلي ابنك يعطي عامل الوطن اللي في الحية عندكم اهدية منه يقوله تفضل عمه شكرا هادي يعني احنا منحبك ومنحب الجهود اللي بتعملها وشايفينك طول السنة هاي اهدية مننا بسيطة اليك فانت هيك زراعة قيمة في الطفل اكيد انه عطاء ايضا وشور الاخرين وقدر قيمة مهنة عامل الوطن شاكس عم بشتغل صحبت عمو ولفت انتباهه من هو صغير انه فيه شخص قاعد يعني قاعد بنظف ورانا قاعد بيدير باله على الحي اللي انت ساكن فيه بتنزل بتلعب قدام بيتك ودعم هذا انضيف من مين هذا الشخص اللي انت قدرته هو السبب في هذا اللي احنا فيه فاحنا بالحال هاي ضفنا قيمة للعمل الاغاثي فبطل الموضوع آني يعني انا ممكن اعطي الطائية ممكن احنا بالجمعية انطلع المتطوعي اللي الموظفين اللي عنا ويعطوا الطائية ووزعوها وانتهينا بس ما مفتغطيني يعني الحكرة هي تعاون يعني خلينا نحكي التكافل اللي بتكم تنشروا بين افراد المجتمع تكافل مجتمعي نعم تنشروا المحبة وانتي ربيتي في الطفل هذا الريادة المجتمعية من هو طفل اه علمتي على عمل التطوعي واعطي طي مبادئ للريادة المجتمعية انت بكرة بس يكبر راح يضلوا هذا مزروع في راسهم هذا الشي راح يكبر معه كمان ويعلموا لأطفاله يعني خلينا عشرة بالمية من الناس اللي اشتغلوا تعلق الفكرة براسهم صح ويشتغلوا عمل التطوعي اعطيكي مثال تاني احنا بعد ما نشرنا على مواقع التواصل الاجتماعي بترن علي صبية بصف 11 من مدرسة خاصة بتقول لي احنا شفنا الاعلان تبعكم وانا بدي اعمل فريق من جو المدرسة من صاحباتي وبيدنا الطائية هاي وعشان نطلع نوزعها بالشارع فانتي حركتي ايش طلاب في مدرسة ممكن المدرسة هيكون فيها الف طالب هاي البنة تكون نشيطة تنشر المشروع تبعها شوفي احنا شؤثرنا بطلاب المدارس عنا مثال برضو على التحفيز للعمل التطوعي عنا حملة ترميم منازل مثلا احنا مدرسة كاملة فيها 1800 طالب كانوا البرنامج اول يعملوا جمع تبرعات ويرمموا المنزل بدون ما حدا يعرفوا الادارة لهذا لا ضفنا لهم برنامج بالريادة المجتمعية عندهم بالمدرسة خلينا الطلاب ينزلوا على المواقع هم يختاروا البيوت يشوفوا شو بدها صياني يشوفوا شو بدها هذا ويعملوا فيديو صغير وينقلوا للمدرسة 1800 طالب حركوهم هدول المجموعة من الطلاب ساهموا كلهم بترميم المنازل اللي هو عمل إغافي بس ضفنا له قيمة وهذا الحكي بنطبع على حملة الشتاء بنطبع على الطائية اللي هي رمزية وسعرها رمزي بس معناها كبير بس معناها كبير لعامل الوطن ومعناها كبير لشخص نفسه حتى ممكن أنا طالع على شغلي الصبح وأنا مارئ بالشارع أعطي طائيهن طائيهن أنا اليوم وأنا جاي على الإذاعة كنت أحد الشوارع اللي مشيت منها بجبل عمان فأنا وأنا ماشي شايف العمال الوطن لابسين الطائية اللي أنا وزعتها بالشارع هذه وأدي هذا إشي مفرح بالنسبة لحضرتك خلينا نتحدث عن المواد الخام المصنوعة من هذه الطاقية اللي تزعوها على عمال الوطن هلأ هي هاي الطائية يعني هي جاية جاهزة معايير كانت هك معايير محددة ليش اخترتوها مثلا بتغطي الفم والأنف وتظهر فقط العين وتغطي بالرأس كامله هلأ نيجي نرجع للجانب الإغاثي إحنا الهدف إنه بدي عامل الوطن ما يشعر بالبرد وهو شغال أمانة عمان بتوزع عليهم الجاكيت اللي هو تبع المطر خصوصي للمطر بس هو هذا فعليا ما بيدفه هو هذا بيحمي من المطر بس هو محتاج تحت طائية الجاكيت إشي يدفيل يشتغلي براحته فإحنا هاي شارينا الطائية أونلاين عن الإنترنت قعدنا ندور عبين ما لقينا إشي ممكن يغطي ويدفي كل الرأس وبين وتارك مكان للعين تارك مكان لهذا اللي قدر يشتغلي براحته والطائية هاي بنفس الوقت ممكن تصير لفحة يعني ممكن إذا شوى بالجو كتير ممكن نزلها وتصير لفحة فإحنا لقيناها مناسبة ممكن تخدم مع الجاكيت اللي بوزعوه الأمانة يصير الدفع وحماية من المطر أستاذا خلينا نحكي عن الجهات الداعمة لكم في جهات حكومية أو أنتم عم تشتغلوا لحالكم نحكي عن هذا الموضوع هلأ إحنا كجمعيتين مرخصين بالمبادرة عنا متبرعينا عنا تواصل مع التجار عنا تواصل مع المصانع عنا تواصل مع الشركات الكبيرة فأنت أول ما تطرح عليهم مشروع زي هذا ما حدا رح يؤثر مجتمعنا الأردني مجتمع خير ومجتمع طيب وفي ناس بتحب تدعم وتساهم فما كان فيه أي مشكلة بطرح هيك مشروع بخدم عمال وطن وبخدم أبنائنا أنهم تعلموا العمل التطوعي فالموضوع متعاون جدا وفيه سهولة جدا مدام فيه جهة رسمية راعي للموضوع ما فيه أي مشكلة الحمد لله المهم النتيجة بالآخر تكون مثل ما إحنا كلياتنا منحب اللي هي زراعة الخير خلينا نحكي بين أبناء الوطن جميعا أنت بتشوفي على الأطفال اللي هم بيوزعوا فرحة يعني أنه أنا قدمت إشي أنا عملت إشي أحد الأشياء اللي صارت معنا وإحنا ماشيين بالسيارة وقفنا أعطينا طيب العام الوطن بتطلع فيها بقول أنا مبارح شفتها على الفيسبوك وكان نفسي بوحدة زيها وكان يوم إحنا بالصدفة ما بنعرف إيجا هذا الشخص وأعطينا الطائية فكان يعني الموضوع الأطفال اللي أعطيه الطائية انبسطوا لما سمعوا منه هذا الحكي هو بنفس الوقت تمام بالنسبة للثقافة التطوعية يعني إحنا عم نشوفها بالسنوات الأخيرة عم هناك في تحسن الشباب عم يارفوا أكثر بثقافة التطوعية عم بيقوم بأعمال تطوعية تشمل جميع أجزاء المملكة بتشوف أنه مثل هذه الحملات بتساعد أكثر على انتشار الثقافة التطوع خصوصا لما تحدث حضرتك بموضوع أن الصبايا موجودين بمدرسة خاصة أقول لك عطينا أحنا بدينا نوزع ممكن هاي الكمية من الطواقي تخلص أو مثلا يعني تكون انت جايب مثلا عدد معين وينتهي ممكن يكون أنه هناك تبرعات من هذول المدارس أو مثلا تبرعات من أشخاص بدنا كما نعطي المزيد من هذه الأمور أو مثلا يكون هناك أمر آخر حابين تشتغلوا عليه بثقافة التطوعية والعمل أيضا التطوعي هلأ أحكي لك مثال هلأ إحنا مبدئيا العمل التطوعي أنا بأعتقد أنه هو أحد روافض نهضة أي أمي أو أي بلد نعم فهو إشي أساسي ممكن أن تتفرغي طاقات الشباب فيه وممكن يوفر على الدولة ساعات عمل لموظفين هم المتطوعين هدولة يقوموا في هذا الدور هلأ إحنا نحن نحكي عن الموضوع الإغاثي الطائية موسم وانتهى وبعدين مثلا ممكن يجي طرود موسم وانتهى وحملة الشتاء موسم وانتهى طبعا أنا بدي أفعل العمل التطوعي بنرجع هنا للمشاريع التنموية المستدامة اللي هي مستمرة ألقي لك ضوء على أحد البرامج اللي إحنا مثلا نشغلها عنا برامج تنمية مهارات الأطفال واليافعين هذا البرنامج السنوي مستمر بيحمل جانبين جانب أكاديمي ببرنامج اسمه برنامج جودكم وجانب رياضي واسمه صناعة النجوم هلأ عنا هذا على مدار السنة عنا برنامج جودكم هو تنية مهارات حياتية للأطفال الأيتام واليافعين هذا عندهم جلسة شهرية يوم كامل بالجمعية عنا باخدوا جميع أنواع المهارات الحياتية من اختيارات تخصص في الجامعات من التعامل مع الكتاب والقراءة التركيز كيف نكتشف شو فيه عندهم مواهب هذا عندهم موهي بالرسم هذا عندهم موهي بالريبورت السنة اللي فاتت طلعنا تنين عملوا ريبورت وداخلين على مسابقة إلها بطلع الإبداعات اللي جوا الطفل مين بيشتغل هذا الموضوع؟ متطوعين احنا منقدم في بداية السنة بيكون عنا لقاءات مع المتطوعين من نختار منهم هي أعمار معين المتطوعين؟ طلاب جامعة طلاب الجامعة هدو رح يكون مسؤول عن طفلين سنة كاملة بالبرنامج المهارات الحياتية رح يقيم الطفل رح يشوف هو وين شو أهداف شو بحب يكون شو بحب يكون وإحنا بنغطي هذا الطفل كجمعية دورات المهندس الصغير الألوهة للرياضيات ومنشركهم بمراكز وآخر شهرين بالسنة رح يكون عندهم مشروع هم بدون مشتغلوه بإيدهم ويعرضو هذا الجانب الأكاديمي عندنا الجانب الرياضي اللي هو صناعة النجوم وهو له سنتين شغال قاعديني منختار الطلاب المميزين في الرياضات يعني منجيب مجموعة أطفال عندنا تيكوندو عندنا كرة سلة عندنا كرة قدم وعندنا فنون جميلة نختار مثلاً عشرين طفل نعمل لهم دورة شهرين المميزين منهم واللي ممكن نطلع منهم بطولات لقدام مناخدهم منشركهم في أندية عندنا هلأ عشر طلاب مشتركين بنادي تيكوندو لهم سنتين إن شاء الله يعني من هون لنهاية السنة بوصلوا حزام أسود رح يدخلوا بطولات دولية رح يجيبوننا مداليات ذهبية مثل ما جبلنا أبو غوش بالأولمبياد إن شاء الله عندنا كرة السلة قاعدين مننشئ طلاب مبدعين في السلة يعملوا فريق يدعموا الفريق الوطني لقدام عندنا كرة القدم نفس الإشي معطيهم برامج كاملة بروحوا بيزوروا أندية الأندية الأردنية بروح بقعدوا مع مدربين حجزينهم ملاعب حجزينهم أندية ومشاركينهم فيها بالنهاية بالنتيجة بدي أشوف منهم أبطال بعد كم من سنة أبطال رياضيين يرفعوا اسم البلد في المحافل الدولية هذا اللي بشرف عليهم كلهم متطوعين طلاب جامعات بشرفوا على كل طفل من هذول الأطفال في تمارينهم بدنا نشكرك الأستاذ سعيد الفيداة يتواجدك معنا وكل التوفيق إن شاء الله تكون سنة 2018 مزيد من أعمال التطوعية والإغاثية شكرا لحضرنا شكرا لك وعطيكم معافية أهلا